تأخذ كثيرا من انشغال الحكومة السودانية تلك الحدود الموشومة بنزاعات تاريخية بين الخرطوم وأدي سبابا يقول وزير الإعلام السوداني لقد جارت السيطرة على معظم الأراضي مما اعتدى عليها الإثيوبيون قرب الحدود بين البلدين وفق اتهامه ما علت ألسنة نيرانه في إقليم تيغراي قبل نحو شهر والنزوح ألف اللاجئين إلى الشرق السوداني عضى على جراح الحدود القديمة التي رتقت بخيوط متجددة كان آخرها في العام 2002 يأتي النزاع هذه المرة على أراضي زراعية في الفشقة أكثر بقاع العالم خصوبة كما يحكى عنها يستغلها إثيوبيون منذ أمد بعيد أصلت النزاعات المسلحة إليها بين القوات السودانية والإثيوبية في الأسبوع الأخيرة تبدل الطرفان اتهام الآخر بالتحريد على العنف وبحث الأمر في العاصمة الخرطوم قبل أسبوع وهو يخمد إلى حين باستعادة السودان السيطرة على نحو 70% من حدوده الشرقية مع أثيوبيا المقدرة بنحو 700 كم وزير الإعلام السوداني أكد لوكالة رويترز إيمان بلاده بالحوار لحل أي إشكال رغم ذلك ظلت القوة هي السبيل لاستعادة الجزء الكبير من السيطرة على الحدود يضيف أن القوات السودانية تحركت بشكل دفاعي وأن الاشتباكات توقفت منذ يومين لا تنظر الخرطوم لمهاجم حدودها إلا بكبير ريب الوزير السوداني قال إن تقارير الاستخبارات السودانية أكدت أن تنظيم وتدريب وتسليح القوات التي هاجمت البلاد ليست لميليشيا بل لقوات نظامية ما يمثل اتهاما صريحا لأديسابابا بالعصف على وطار أمن الخرطوم المحسوبة على خصومها في ملف سد النهضة